عبد الكريم تم تغيير اسم الخلية المسجلة كانت رسميا تحت اسم المكتب دراسات والتكوين وتم يعني تحويل ولا تغيير الاسم متاحة ولا تخلية التكوين التنشيطي والرسكرة علش تم التغيير هذي؟ شوف هذي زدام غالطة اخرى انه ناس تحكي في حديث اللي هو غالطة بالنسبة للفرقة انا اختيت الفرقة انا القاها فاها رئيس وفاها اعوان معناها ما فا مش مهيكلة ما فا مش هرم يعني انا ولد ادار عم حوية وحدة الدخل اتعلمت يعني معناها التعليمات كتجي معناها يعني من فوق ويهاب طلوت وكل وحدة وكل فرقة لابد تكون انا مهيكلة انا جيت نلقى معناها كما نقوله باللغة العامية حسبة وقول بالنسبة لي انا جيت اش عملت عملت كتابة كانت قبل بعلي يعني انسان يعرف روحه بش يسافر يعني للبرة يعرف روحه مقبل بجمعة ليكونوا معناها معين بش يمشي لباريس مثال جيت انا نحيته للقالون هذا ولد الكتابة هي المسؤولة على التعينات والسيد اللي بش يجيه بش يجيه للمطار وبش يمشي يسافر يخدم معنا روحه يعلم بروحه ليكونوا بش يسافر قبل بساعة هذه نحينا التفكير في موضوع في صورة ماه فانس الناس فقط الفهمة الناس دوشوا بوهات دوشوا بوهات في التهريق جينا نحن الموضوع دي قوي نحو كل لبس بالنسبة للخدمات نخدموهم دي مقبل بساعة بش يحرف روحه بش يجيه حذ الروحه ليكونوا بش يمشي نوق شط ولا بش يمشي الباريس ولا بش يمشي كده وباريس إذا كان بش يخدمها باريس رأوا بش ترجع لهم باع 33 مره 33 رحلة بش ترجع لهم معناها مع كل فوند كوميرس نحيناه ونزيد نعرفه نحن قبل بالنسبة للتحماية التائرات رأي التعينات تجي من العام من القصر نعم من القصر من الليلة ترابلسي ما لا تو أنت إلا عملته في هالفرقة هذية ربما أثار حفيظة النقابات الأمنية اللي كانت ربما تتماعش وبعض الجهات الأمنية اللي كانت تتماعش من بطبيعة الحال انتي توجبت على سامي الزواوي في سامي الزواوي أنا دوب ما وصلت دوب ما وصلت المتار نسمع أنه سامي الزواوي باش نقله كأي إطار وكأي عون نسمع به لكن وقتها معه بروز خروج النقابات الأمنية ما سمي بنقابات الأمنية وما سمي بنقابة الأمن الجمهوري اللي هي قالت اللي هي ثارت الموضوع بتاع الأمن الموازي وكانت فما معناها تعرف أنت نقابات خرجت من القاعدة ما خرجت شيء من فوق وصار فما ابتزاز يعني المسؤول اللي يسمع بروحه أنه يسمع بروحه أنه بشي نقل تخرج النقابات الأمنية يعني يسيرك الفوضى هديك يعمل فوضى ويعمل وقفات وكذا باش هكا الإدارة معناها وصارت هدايا حتى فما معناها شكون من نقابات الأمنية يعني تهجم على مدير الحدود والجانب في الفترة هديك اللي هو سيعة الزين الخلفي وكان من الإدارات يعني المشهود بها بالكفاءة معناها عشرين سنوات في الحدود والجانب معناها وصار تهجم عليه وانبعد ادفع الضريبة جدا هو كما ادفع ادفع أي إدار يعني خرجوه من درق الحدود والجانب وجابوا وجابوا سكون اللي بعده واللي هو طوى طوى إلى حد اليوم وقت يسمع بوضوع التسفير معناها سمح بكلمة كده كده تجري يعني